مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم بدنا نتكلم عن النكتار العصير والشراب شو الفرق بينهم انشهرت قبل فترة على السوشيال ميديا وانا حبيت اعمل ريسيرتش ميسيلف خليكم معاي بعد الفاصل هحكي له طبعا حسب المواقع اللي موجودة هون انه اذا مكتوب على العلبة شراب اوكي جوس شراب معناها ان العلبة تحتوي على كمية كبيرة من الماء والسكر وتحتوي فقط على 10 بالمية من الفواكه اوكي اوكي بس حبيت اوضح شغلي انه كل الفواكه فيها سكر وبكميات عالية جدا فالمقصود هون السكر المضاف يعني طيب خلينا نشوف هذا شراب سوري الشراب بنحكي احنا يس هذا هو شراب الفواكه المشكل من نفس الشركة شربناهم خلينا نشوف نسبة الالياف والسكريات في 13 بالمية سكريات زي ما انتم شايفين 13 جرام سوري وبحكي انه نسبة العصير محتوى العصير 30 بالمية كحد ادنى طبعا هون بحكي لك انه 10 بالمية فهاي اول شي في اختلاف بين اللي موجود على الانترنت وبيحكو الناس وما هو موجود على العبوة هون بحكي لك 30 بالمية طيب اذا كان مكتوب نكتار هاي النكتار جبنا نكتار فهذا معناه انه محتوى العلبة من الفاكهة على الاقل 60 بالمية والباقي ماء وسكر يعني اختيار نصف سيء طيب هنشوف السكر مجموعة السكريات هذا اللي هو مفروض انه اقل 13 جرام وهذا اللي مفروض احسن شوية 15 جرام سكر زي ما انتم شايفين هون طيب شو بيحكي هون خالي من المواد الحافظة للباقي والنكهات محتوى العصير 30 بالمية كحد ادنى نفس الكلام اللي مكتوب على الشراب فمش عارف هذا المؤلف اللي مؤلف هذا الموضوع وناشره من وين جايبه العصير اللي هو مفروض جوس هذا بقول لك معناه ان هذا العصير يحتوي على 100 بالمية من الفواكه وخالي من المواد الحافظة والالوان والسكريات ولا يوجد فيه سكر طيب نشوف نسبة السكر 13.7 يا جماعة 13.7 السكر وبحكي انه طبيعي 100 بالمية على حكيه اوكي وخالي من المواد الحافظة والالوان والنكهات طيب انا بس بدي احكي شغلة كيف بحفظوا هذه العلبة كيف بحفظوها لازم يحطوا مواد حافظة يا جماعة ما في عصير ممكن يستمر لمدة اربعة ايام بدون ما يتحمض لانه في اسد معظم العصائر فيها اسد فهذا العصير عشان يبقى محفوظ لمدة طويلة لازم يحط في مواد حافظة فانه كاتبين هذا اشي خارج عن الطبيعة يعني مستحيل طبعا هون محضر من الماء المصفى وعصير الاناناس ومبستر بالطريقة بحرارة عالية طريقة البسترة هي معروفة في الحفظ ولكن لا اتوقع انه هذا مصنع بطريقة لا يوجد فيها مواد حافظة صراحة معظم الشغلات المعلبة لازم يكون فيها معظمها لازم يكون فيها مواد حافظة عشان تحفظها لمدة طويلة الا اذا انت شاري فرش عم معصور قدامك وعم تشربوا الان او بعد نصف ساعة جربوا اي عصير انتوا عندكم في البيت عصروا لمدة ساعة ساعتين وخلوه في التلاجة وشوفوا كيف طعمه بصير باختلف الطعمه والقوام والنكهة هذا بظل نفس القوام ونفس النكهة فاكيد فيها مواد مضافة طبعا هون مش حاطين اي مواد اضافية هون مش اوكي هون حاطين انه هذا في 30 بالمية جوس وحاطين شغر ونيتشرال فروت كونسنترات يعني مركز الابل او تفاح ومواد مثبتة مصرح بها وهذا في برضو هذا مش حاطين هذا نو بريزيرباتيفز النكتار فانيوي هذا اللي حبيت او رجيكو اياه ردا على اللي انتشر على السوشال ميديا في الآوين الاخيرة شكرا لكم سلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر